السلام عليكم ورحمة الله تلاتة وعشرين اتنين عشرين تلاتة وعشرين تاريخ كل وثلاثات واثنينات تاريخ مميز مش هكرر تاني اغادر بعد ساعات من تايلند الى القاهرة ان شاء الله هحاول في فيديو ده اوفر لحضراتكم المعلومة الكافية والوافية للسفر بشكل عام وللسفر الى تايلند بشكل خاص واحد لازم تعمل علاقة بينك وبين فكرة السفر تايلند هي الدولة والدول خمسة وعشرين اللي ازورها انا زورت تايلند ابيكا ثلاث مرات عدد الدول اللي انا اقامت فيها ودول زورتها بكلفة حوالي خمسة وعشرين دولة من كل قرارات العالم تقريبا افريقيا اوروبا امريكا اسيا الى اخرين العلاقة بينك وبين السفر مهم جدا 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 انت السفر بيأثر في شخصيتك بيفتح لك افاق عندك قدرة على انك تصبر اسبوع او اسبوعين او اكتر خارج بلدك بعض الناس ما بيقدرش هتسافر لوحدك هتسافر معاك حد الوحدة ممتعة بالنسبة لك لا يجب يكون معاك اصدقاء لازم تطلع في رحلة لا ينفع تطلع لوحدك دي حاجات مهمة جدا جدا العائد من السفر نفسيا ومعنويا وماليا وماديا لازم تكون مركز فيه قبل ما تفكر في التكلفة والصرف العائد من السفر عامل ازاي على مستوى شخصيتك على مستوى شغلك على مستوى الالهام على مستوى التفكير الى اخره بعض الناس بتطلع رحلة بيبقى ثلاثة ايام طرفية ثلاثة ايام عمل ثلاثة ايام مش عارف ايه وتسوق وبعدين خلاص كده كفاية تسع عشر ايام بعض الناس بيقعد شهر بعض الناس بيقعد ثلاثة اربعة ايام لازم عندك خطة مسبقة للموضوع بالنسبة لتايلند هي بلد خفيفة ظريفة لطيفة في كل حاجة من اول ما تيجي تاخد التأشيرة يعني فيه حد بيهرق كده كاتب على النات تايلند لو انت تعدد من قدام السفارة بيدوك تأشيرة اي مكتب سياحي خلاص لك التأشيرة التأشيرة في مصر تكلفتها للمرة الواحدة التأشيرة دايما النوعين تأشيرة لمرة واحدة وتأشيرة متعددة تلت المرات مرة واحدة تستخدمها ومتعددة المرات يقول لك ثلاث شهور او ست شهور او سنة او خمس سنين تمام فيقول لك متعددة يعني مفتوحة تدخل وتدخل سيما انت عايز خلال المدة بتاعت التأشيرة المرة الواحدة في مصر انا بكلمكم في فبراير عشرين المرة الواحدة عاملة حوالي 1800 جنيه ده من مكتب سياحة من غير ما تروح السفارة تديره 1800 جنيه والباسبور ويخلص لك الموضوع ولو متعددة حوالي خمس تلاف وستمية خمس تلاف وسبعمائة جنيه ست شهور تدخل وتخرج من تايراند لمدة ست شهور زي ما انت عايز انا بصراحة عملتها بس مش من مصر عملتها من سلطانة عمان وتقريبا كلفتني نفس التكلفة سبعين ريال عماني ما يعادل خمس تلاف وشوية انا عملتها ست شهور متعددة باعتبار الروح واجئ زي ما انا عايز اه بتحجز الطيران يفضل مش بعد مش بعد شهر يعني يكون مثلا انت تسافر واحد فبراير احجز من واحد يناير او قبل كده كل ما سبتي مدة في حاجز الطيران بيكون التذكرة احسن موقع للمقارنة بين شركات الطيران وبين وسائل النقل وغيره هو سكاي سكانر مش عارف الاسبيلنج اكتب على جوجل بالعربي سكاي سين كافة سكاي سكانر هيجيلك اول نتيجة ادخل عليه بتحدد انت رايح منين في تاريخ ادي ايه بيقول لك والله لو على الطيران العماني ادي كان الطيران المصري ادي كان الطيران الاثيوبي فهيديك المقارنة وانت تختار حاجز الفندق برده يفضل من قبلها بفترة ابتران الفندق بيتكلم في شهر على الاقل وانت بتحجز الفندق كويس انك تحجزه من مصر او من اي بلد المستوى المعيشة فيها مش عالي بوكينج بيعمل اعتبار للكلام ده وبيدي اسعار احسن ما لو انك حجزت من الامارات او حجزت من امريكا او غيره طيب انت كده معك التذكرة كده معك الحجز الفندق وانت بتحجز الفندق حدد يعني مثلا طبعا انت قبل ما بتحجز الطيران والفندق بيبعندك خطة كاملة انت تروح يوم كام وتمشي يوم كام وتعمل ايه في الرحلة وهي الاخيره مثلا انت رايح رحلة تجارية هتبقى في العاصمة هتبقى في الاماكن الصناعية في الاماكن التجارية في الاماكن التكنولوجية في الاماكن اللي فيها البزنس بتاعك مانت تجمع بين الاتنين يبقى عدد ايام هنا وعدد ايام هنا بوكينج دوت كوم بيديك إمكانية أن حضرتك تختار الفندق تبعاً للمسافة عن المكان الذي تريد تواجد فيه لما نزلت بانكوك عاصمة تايلند أنا أحب دائماً أن أكون في الاريا بتاع تيرميل 21 ده مول كبير اسمه تيرميل 21 في بانكوك هو قريب جداً من شارع العرب وقريب جداً من المطاعم العربية لأن أنا واحد من الناس بموت بفتس كده لو مش في مكان فيه مطاعم عربية وقدرش أكل بقى كل يوم الأكل العربي اللي ينفع معايا الأكل الثاني ده ما بيضبطش خالص وبيتعبني إلى آخره فأنا حجزت أقرب فندق لتيرميل 21 أنت أول ما تقوله أن أريد أقرب فندق من المكان الفلاني ويخيارك يقولك أنت عايز نجمة ولا نجمتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة في شمال شرق أسيا كله إلعاب ما بين الأربع لجوم والخمس نجمة تلاقي أسعارهم كده كده أصلاً كويسة وفي المتناول سأتكلم عن أسعار بعد شوية طيب بعد مختار النجمة فبتختار عايز معها بريكفست فطار ولا مش عايز معها فطار بتخش تشوف الفندق بتشوف الصور ما تركنش قوي على الصور أركن كتير على الريفيو الناس اللي هي بتقول رأيها في الفندق يهمك طبعاً كلمة إنه يتكرر قوي في قراءة الناس موضوع الأمان والسكوريتي والأمان هتسيب لابتوب هتسيب باسبور هتسيب فلوس من الشعر تريف بقى الدنيا وانت معك لابتوب ومعك فلوس إلا إذا كنت رايح تشتغل أو رايح بمزنس ميتينج أو تقعد في كافية تشتغل أو أو إلى آخره طيب تايلاند بالذات أنا كنت الزيارة الأولى بتاعتكت 2017 الزيارة الثانية 2018 الزيارة الثالثة 2023 أكبر فرق في موضوع الأسعار إن 2018 كان الجني بحوالي 2.5 بات بات ده اللي هو عاملة تايلاند بات تايلاندي فكنت مهما أدفع فبحث مثلاً مثلاً لو اشتريت حاجة بـ 250 بات ده معناه إن أنا جمتها بـ 100 جنيه مثلاً فعد أقارن فلاقي دنيا تمام ولو قارنت بالدولار فالدولار تقريباً ما تغيرش عن زمان إنه بيساوي حوالي 35 بات وان دولار بيساوي 35 بات فلما أحاول 100 دولار فبيساوي تقريباً 3500 بات طيب دلوقتي الجني بقى يساوي البات حاولوا يعني 10 إرش 20 إرش فرق بسيط يعني فالأسعار في التايلاند زادت سنة بسيطة لكن مع فرق الجنيه فبقى تقريباً الحاجة اللي بـ 300 جنيه بـ 500 جنيه يعني إذا خدت مثلاً خدت كابتشينو بـ 200 جنيه نحن لدينا في مصر بـ 70 جنيه فهم الفرق؟ فلا تايلاند 20-23 في الأسعار تختلف كثير عن تايلاند 20-18 مقارنة بزيادة فهمش الأسعار عندهم وتغير كبير في المقارنة بين الجنيه والبات التايلاندي طبعاً يعني عايز أقول لك الدنيا أمان بنسبة كبيرة جداً في تايلاند الشوارع 24 ساعة أمان الشرطة شفتها أو ما شفتهاش هي موجودة الضبط الأمني خدت بالك منه أو ما خدتش بالك منه هو موجود واحدة من أقوى الأنظمة الأمنية في شمال شرق أسيا هي تايلاند خدوها قاعدة كده الدولة اللي بتسهل التأشيرة اعرف إن الحبكة الأمنية عندها في هدوء وفي صمت سايلاند حاسس بيها ولا تراها تلاقي الضبطة الأمنية عندها عالية جداً ليه لأن هي بتفتح بلدها على كل الثقافات وكل الأفكار وكل الديانات وكل المعتقدات وكل الاحتياجات وكل شيء مباحاً تحر ما لم تدور الدنيا مفتوحة على الآخر فأعتقد إن ده كرامتر كريتيريا كبيرة تعرف بيها تايلاند مسيطرة طبعاً كله تراكد كله كونكتد كله مراقب كله متصل إلى آخره طيب إنت دلوقتي الأسعار كلمنا فيها الفندق كنت أذكر كلمنا فيه الروتيني اليومي بقى حاول إنك تركز على الكميونيتي بتاعة الهدف إنت عايز بيزنس إخلق مجتمع أعمال إنت عندك ترفيه إخلق مجتمع ترفيه عندك استكشاف إخلق مجتمع استكشاف يعني في عالم الأعمال في حاجة اسمها كوورك سبيس أو بيزنس هب أو كرياتيف هب ده موجود في أي حتة في الكوكب إنت اللي بتسمعني من مصر من السودان من السعودية اكتب الآن على جوجل ماب وورك سبيس أول ما تكتب وورك سبيس هتلاقي نفسك حواليك مئة ألف وورك سبيس ساحات العمل المشتركة هتروح تقضي يوم هناك تعرف على الناس ناس بتفكر ناس بتشتغل ناس بتذاكر ناس بمنتهى الهدوء مهارة التواصل الادابتف كوميونيكيشن الاتصال الفعال تقدر تسألهم واسأل أولاد البلد وواء الأخير ممكن تغش على جوجل ماب وتكتب الصناعة اللي انت عايزها أنا مثلا كأحمد كتبت من حوالي خمس سيام لما كنت في بانكوك كتبت براندين كومبني ديزاين كرياتيف كومبني ديزاين كومبني ديجيتل ساينج كومبني الجوجل ماب بيديك الالتجاه والعنوان وبيديك التليفون تقدر تكتصر تقدر تبعات واتساب تحضر رسالة لطيفة وتبدأ تتواصل معهم وتقولهم أنا فلان الفلاني عندي شركة اسمها كذا موجودة في المكان الفلاني وعندي أفاق للتعاون معاكم في واحد اثنين ثلاثة وعايز أقابلك واشوفكم أزور المكان وتعرف على السي او ده البروفايل بتاعي وده البروفايل الشركة بتعملهم كده رسالة لطيفة جدا 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 لو رسلت عشرين واحد فيه تلاتة اربعة ها يلوطوا عليك تلوق انت ما عملتش ده قبل ما تسافر وبتعمله بشكل سريع لكن لو انت عايز يعني ماتش بروفاشنال قبل ما تتحرك من بلدك قبلها بشهر تكون مرتب كولز يا ردي اذا كنت عارف هتسافر قمت انا واحد من الناس ما كنت شعرف ان انا رايح تايلاند في التاريخ ده نويها وخدت التأشيرة بس ما حجزتش ولا عندي تصور خلص هسافر امتى كان عندي زيارة عمل في سلطنة عمان والمدير اللي انا هقابله عنده ارتباطات تانية فقلت عشر تيام اعمل ايه طيب اروح تايلاند لكن لو انت عارف بشكل مسبق جيد ان انت ترتب اوراقك من قبلها بكتير لو انت رايح تارفيه ادخل على صفحة الجالية العربية في تايلاند من كل بلاد العالم العربي وتسمع افكارهم وراهم انا رحت جزيرة بي بي آيلاند انا رحت حضرت اعرض شو في بانكوك انا رحت عملت سفاري انا رحت عملت كذا فتبدأ تسمع وتشوف وتشوف صور وتشوف تجارب وتقرأ تعليقات وتعرف كذا هتلاقي فيه اصلا في كل فندق في تايلاند في جميع مدن تايلاند هتلاقي فيه شركات سياحة او انت ماشي في الشارع هتلاقي الف شركات سياحة اطلع معنا رحلة كذا اسأل على الرحلات اللي فيها اكبر تجمع من الناس انت عندك كم واحد خمسة لأ عشر خمستاشر كده هتروح فاكيد لما هتقضي يوم كامل من تمانية لتمانية هيبقى عندك المساحة انك تتكلم عنها تتعرف عليهم لو معك بزنس كار دي لطيف لو تتبدلوا التليفونات تتعرفوا واي حد بيعمل سياحة من اي دولة اصلا ورنج تو انتروديوس او هرسوف يعني هو او هي خلاص هي مستعدة هو مستعد انه يقدم نفسه اعرف نفسه فالجاو بيكون اكثر صداقة فرندلي لو انت مع البيزنس او مع الترفيه والسياحة عندك بها حاجة ثالثة اللي هي زي حالتي كده حب الاستكشاف يعني انا لما رحت دكة اللي هو بانجلاديش اكتر حاجة حرست علينا انا ازور المراكز العلمية البحثية والمدارس وكان عندي ترانزيت عشرين ساعة بس فدخلت دكة حوالي اربعتاشر ساعة من العشرين ورجعت المدار تاني فروحت زورت مدارس واللي يرجع بالتايملاين عندي على الصفحة يلاقي ان انا زورت مدارس كتير لما جيت تايلاند المرا دي زورت مدارس زورت مدرستين حب الاستكشاف هم بيدرسوا ايه؟ المنهج اللي عندهم؟ طبيعة المدرسين؟ الحبكة التعليمية؟ نقل المعرفة؟ الادوات المستخدمة؟ الاسلوب؟ الطريقة؟ الى اخيره؟ طبعا حضرتكم اللي متابع معايا الصفحة شايف بعض الصور في الموضوع ده؟ فده روح الاستكشاف مالاش عقب الترتيب المسبق ولما المسبق اتا بتخش مصنع شركة؟ انا في الصين زورت مصانع كتير بالطريقة دي كده ان انا على طول ناكنك دور اخبط على الباب واتكلم مع الناس الدنيا فيها ايه؟ انا بكرمك وانا مرهق لاني ايه يعني بنام ساعة قليلة وعايز اراحة قبل المطار طيب بالنسبة لي هرم الصرف يعني اصرف ايه ثم ايه لعشان اللي معايا والكلام ده انت عندك شوية مصاريف اساسية تذكرة الطيران والفندق دي حاجات اساسية والوجبات في اول يوم تقدر تحسب انا المطعم ده مع المطعم ده انا كل كده انا عمل كده في الرنج ده هحسبها عشان ما تفرضش منك عشان قطر حاجة يعني طيب وانت بتحجز الفندق بالنسبة لموضوع انك بترتب هرم الصرف مثلا هتلاقي الليلة مثلا بالف جنيه او الف وخمسمية او لغاية الفين قول من الف الالفين ما تستخسرش في الموضوع الفندق لانه يفرق معاك كتير جدا انت ممكن تقعد في الفندق ساعات طويلة مستمتع يكون فيه حمام سباحة يكون ما فيش مسافة بينه وبين الشط فتاخد غرفة مطلة ده ممكن يعمله في حدود 1700 كنيه 1800 كنيه الليلة بيكون سرير كبير وبيكون فيه طبعا الكافي ويكون فيه الووتر ووكم فاكهة وحاجات زي كده بيسبوها لك في الغرفة حاجات تبقى رطيفة جدا يعني وفي الطيران هو المسافة مش بعيدة قوي يعني ممكن ست ساعة ساعات من مصر اه ومن عمان حوالي خمسة ونص رايح ستة ونص راجع لان انا راجع من مدينة بوكت تبقى على عاصمة ساعتين بالطيارة فالطيران ممكن تاخد يعني على فكرة انت لو حجزت قبل بشهر لأ انت ممكن تاخد طيران كويس كويس بس لو لقيت في سيزن شوف فاق انت يهمك الوجبة في الطيارة يهمك ان انت بعد مرتاح شوف الدنيا ممكن تبقى عاملها كيف يبقى الطيران والفندق والوجبات مهمة جدا جدا تاخد بالك منها التسوق حاول دايما تتسوق من المدينة ما معنى؟ من العاصمة يعني لان العاصمة فيها تنوع كتير وكبير ولازم تزور ثلاث اربع مولات قبل ما تاخد قرار الشرف اي حاجة والمولات هناك غالبا جامعة كافية ووافية جامعة يعني ايه؟ المول الواحد ممكن تلاقي فيه اي تي و تكنولوجيا و موبايل و هدوم و اكله و كل حاجة في الدنيا ف لما هتزور ثلاث اربع مولات في العاصمة هتشوف المنافسة في الاسعار و ممكن تلاقي مول اسعار فيه كذا لو انت بقى ايه؟ مستمخ في موضوع التسوق ده لو مرتك معاك او اختك معاك او كده وهم يقدروا يقضوها بقى تسوق عندهم طولة بال احسن و احسن كتير انا بالناس بني ما عنديش طول بال في التسوق فاللي بالي قدامه قدامي قدامي بشتريه وفاجأ بعد كده بسعر اقل في مكان تاني فكرة التجربة ان انت تجرب اكبر قدر من كل حاجة يعني البايكس تجربها لو تقدر الالعاب تجرب واحدة من الفوائد في السفر ان انت يبقى عندك حصيل التجارب حصلت خبرة التجربة كانت خبرة تجيب خبرات بس التجارب تنوع في الخبرات يعني جرب تسكن ليلا في فندق فعير جدا بعيد ناقي مش احسن حاجة وفي فندق عالي جدا جرب انك تعمل تجرب جرب انك تجرب تنط من فوق حاجة انت حاسس ان كان عندك فوبيا منها جرب انك تتعلم حاجة جديدة جرب انك تبقى واحد من المجتمع من المجتمع كل ده هيعمل عندك اختراق للشخصية هيخليك ده الدنيا فيها حاجة مختلفة تمعن في كل شيء حواليك حتى لو غلط تخيلوا حط نفسك مكان الاخر مش شرط تعمل خطأ لكن حط نفسك مكانه هو ازاي بقى كده اداده الكتير ده شعب كامل بيفكر بطريقة معينة بسلوب معين الى اخرين ليه فيديو ان شاء الله تاني مع حضراتكم هتكلم معاكو في الموضوع ده اخر حاجة مصاريف يوم السفر المطار مصاريف الفطار اخر يوم او العشاء متأخر وغيره مصاريف اخر يوم ده حاول تشيلها على جنب بعيد تماما على الموضوع دائما كردة كارد او فيزا بشكل او باخر علشان ممكن لو فلوس خلصت معك لأي ظرف حد من بلدك يعمل لك اداع جدا مهم موضوع انه تكون معكو كردة كارد او ماستر كارد او فيزا كارد تقدر تتعامل بيها لأي سبب من الاسباب واخر نقطة اختم بيها دائما العائد على الاستثمار انت استثمارت وقت وجهد وفلوس واستقطعت فترة من حياتك علشان تزور بلد لها ثقافة ولها زوار ولها مريدين ولها نمط وشكل ما هو العائد عليك من الموضوع ده لا شك ان هناك عائد اول ما هت يتأكد لديك هيتحقق استثماره فيما بعد تحياتي انا طغلت عليك 20 دقيقة اتمنى تكون اجابة وافية وكافية السلام عليكم اشتركوا في القناة